كلمة اليوم عليه ربما لغط كبير سادة في الشرع الرياضي وفي وسائل التواصل الاجتماعي حول القائمة المدعوة من اللاعبين الليبيين حقيقة اللي يمثلوا أجياء مختلفة في كرة القدم الليبية وبعض الأسماء التي غابت عن الإعلان الرسمي من قبل المنظمين لهذا الحدث وبعض الأسماء التي ظهرت وتحدثت عن عدم دعوتها للمشاركة في هذا الحفل نمشي مع أبو بكر الحرك أبو بكر عدم دعوة بعض النجوم وربما ترك لغط اليوم بين الجماهير وبين الأوساط تتوقع أن كل هذا يأثر على الحادث وعلى هذا اليوم الاحتفالي؟ والله يشوف دائما لحدات هذه دائما ما يكون فيها جدل كبير سواء كان تكريم أو حدث افتتاح دائما ما يكون فيه جدل في الاختيارات وفي الأسماء وفي الأجيال اللي لعبت في المنتخب فنشوفها من وجهة نظري الخاصة أنها حاجة عادية بكل صراحة قصد أني ما نزعلش أني ما استدعونيش من الموجهة نظري الخاصة من طبعيني فالموضوع هو مجرد أنه ستلتعب مباراة نص ساعة مثلا نتكلميك بالعامية مباراة نص ساعة تلتعب الأسماء مئات لعبوا في المنتخب 20 دقيقة كل شوت مئات لعبوا في المنتخبات الليبية على مدى الأجيال والأسماء هذه لا تستطيع أن تكون متواجدة في حدث كذلك كلها هو مجرد أن أنت تكون متواجدة تلعب 40 دقيقة و نحن تحيي الحدث نوع من الإحياء للحدث بالأسماء الموجودة مهما كانت تكون الأسماء من ناحية هذه ولكن من ناحية أخرى نحن دائما نتكلم عن طريقة التنظيم والدعوة كان ممكن تبتعد على كل هذه التفاصيل و كل هذه الجدل كيف؟ من ناحية أخرى مثلا؟ مثلا أنت في ليبيا مثلا هذا مجرد نظري خاصة طبعا أنت اليوم في ليبيا كيف لديك من إنجاز تاريخي على مستوى القارة لا تكلمني عن أمور ثانية على مستوى القارة كيف لديك إنجاز بطولة الشان كان ممكن من المفترض أنك تستدعي اللاعبين للعبوا في الشان و لتفوقوا سواء بالإداريين أو بالمدرب و تديرها بطريقة هذه و تنهي الموضوع الجدل أن هذا العب في الثمانينات أن هذا العب في التسعينات أو عندك حاجة أخرى مثلا مثلا وصلنا لك أسفريقيا نحن في 1982 و2006 و2012 تستدعي الناس للعبة في البطولات هذه و تنحي الجدل كلها فهنا يصبح جدل من شنو لما تقول لنا قدام المنتخب قدام المنتخب مئات مش واحد والاثنين والعشر والعشرين والثلاثين فهنا طريقة التنظيم كانت عشوائية و طريقة المعايير كانت تفهى نوع من اللي بتسبب مشاكل فإنت ابتعد على المشاكل هذه شوف ناس مشتشارين أنت ممكن تتكلم اليوم على بعض الأسماء اللي من المم متوقع أنها تغيب لكن في أسماء الجمهور ما يتقبلش غيابها مثلا نتكلم على طارق التايب اليوم اللي أحدى الضجة كبيرة في الوسط الرياضي وبين الجماهير سواء اللي تشجع فيها لطرابلس ولا تشجع في الاتحاد ولا فيها لبنغازي ولا في النصر لا هو طارق التايب رمز صراحة بكل أمانة يعني إحنا لما نتكلم على لعبين شرفون برى ليبيا هذا لن يكونوا واحد صادق مفوض المصراتي وطارق التايب يكونوا موجودين بكل صراحة هذه هم الأسماء اللي برزت برى ليبيا يعني أهمال اثنين مفوض يكونوا موجودين من البداية هذه من وجهة نظر الخاصة لكن المعايير الأخرى كان ممكن أنك أنت تكرم الشان ولا تكرم اللاعبين اللاعبين يلعبوا في بطولات الأفريقية واضحة وتسكر الموضوع هذا ليس يقول لك فيلي ملعب شما يجب أن تكلم بعد ذلك واضحة الفكرة أبو بكر وإنه الموضوع لكن هي من العام مفروض واحد ما يزعلش عادية شي عادي يعني مجرد نوع افتتاح نفرحوا به لكنا كاليبيين شكرا مبكر